جزيرة زقر منطقة نفوذ عسكرية أخرى تغادرها الإمارات تقع الجزيرة على بعد 52 ميلا إلى الجنوب الغربي من ميناء الحديدة وتتبع إدارية مديرية التحيطة وتشكل جزءا منفصلا من أرخبيل الجزر اليمنية على البحر الأحمر المعروف باسم أرخبيل حنيش عملية تسليم واستلام جرت يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر في الطرف المقابل من هذه العملية تقف القوات المشتركة وهي خليط من ألوية عسكرية أنشأتها الإمارات ولتزال تابعة لها عسكريا وماليا وتتشكل من حراس الجمهورية والمقاومة التهمية والعمالقة قائد هذه القوات العميد طارق محمد عبدالله صالح وصل إلى جزيرة زقر على متن طوافة إماراتية متخصصة بنقل الجنود والمعدات ليبدأ على الفور برفع علم الجمهورية اليمنية في هذه الجزيرة إجراء خلف أسئلة عديدة حول مغزى رفع علم في مكان كان ينبغي أن يبقى مرفرفا في سمائه حتى مع تواجد قوات التحالف والتي جاءت دعما للسلطة الشرعية ودولتها وعالمها العميد طارق كشف عن أن استلام قواته للجزيرة تمت قبل شهرين فيما يحتشد المئات من جنوده في هذا التوقيت تدشينا للمهمة التي كلف بها باعتبارهم خفر سواحل يمتد نطاق عملياته من الدريه من شمالا وحتى باب المندب جنوبا لا يظهر الفيديو الحصري الذي بثته قناة تابعة للنجل صالح من القاهرة أي من المعدات البحرية التي قال العميد طارق أن الإمارات تركتها تحت تصرف هذه القوات على نحو أن يترجو معامليا المهام المسندة لهذه القوات والتي تتجه وفقا للأولويات الإماراتية لمحاربة الإرهاب والقرصنة المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية في السحر الغربي العقيد والضاح الدبيش أكد من جهته أن القوات الإماراتية سلمت الجزيرة بكامل تجهيزات العسكرية بما في ذلك زوارق حربية وأخرى استطلاعية وقطع عسكرية متنوعة باعتبارها آخر جزيرة كانت تتواجد فيها القوات الإماراتية بعد أن سلمت عددا من الجزر لقوات خفر السواحل بما في ذلك جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب عديد القوات المحسوبة على خفر السواحل والمرابطة في جزيرة زقر وفقا للعقيدة الدبيش يصل إلى 1500 انتشروا في الجزيرة بعد تلقيهم تدريبات مكثفة لمواجهة القرصنة وأي تهديدات إرهابية أو هجمات تهدد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر على حد تعبيره